اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دور الستاشر يعني خلاص هو معروف ان المجموعة جروب A هياخد من جروب B دور الستاشر فانت من اول هتبقى عارف ان النادي الاهلي مثلا لو في جروب A يبقى جروب B لو فيها ريال مدريد مثلا وفيها مش عارف مين تبقى انت عارف ملامح لو تأهلت هتلعب مين الطريق كله معمول لحد الفاينال يقولك مثلا ده ماتش مثلا ايه متصدر مجموعة الاولى مع وصيف المجموعة التانية ده ماتش رقم 49 الفايز يلعب المباراة الفايز بقى يلعب ماتش رقم 50 في دور الربع النهائي بالظبط هتبقى انت برضو عارف مشوارك ماشي ازاي على فكرة ده برضو مفيد للناس اللي ان شاء الله ربنا هيكرمك وتقدر نهاية سافر تبقى عارفة المباراة فيه تبقى عارفة مثلا الملامح المباراة فالنهار ده هو عارف مثلا تسلسل المباراة الاهلي ممكن اخر حاجة يوصلها ايه فهو يقدر لان في الحلقات اللي جاية وانت بتتكلم اكيد جغرافيا عن الاستداد فالولايات المتحدة والموضوع معقد الناس فاكرم من الولايات انت ممكن تتحرك طريق برد في ولاية ولاية ممكن مثل روسيا كده الناس في روسيا كانت فيه في السفر ما بين المدن قصص فانت برضو نفس الامر في امريكا فان شاء الله وقتها يبقى الناس حتى اللي رايحة او الناس اللي مصريين هناك يبقى عارفين الملامح اللي يقدر بقى يحرك نفسه يشوف الميزانية بتاعتها تبقى عاملة ازاي بس ان شاء الله بقى يعني اللي يقدر يبيع حاجة من دلوقتي بحاجة لا رقم رقم يعني الموضوع مش هيبقى وسيل يعني اكيد طبعا طيب ده جاليب متعلق بمونديالي الاندية وفيفا انتر كونتنينل تلتعا نفس الشيء